شاركت مؤسسة حياة كريمة في تدشين مبادرة حياة كريمة الإفريقية صامدة أمام تغيرات المناخية وأطلقت وزارة لتخطيط وتنمية الاقتصادية هذه المبادرة بهدف تحسين جودة الحياة في 30% من القرى والمناطق الريفية الأكثر ضعفا وفقرا في القارة الإفريقية وذلك بحلول عام 2030 وذلك بطريقة تتلاءم مع تغيرات المناخية التي تواجهها إفريقيا والعالم أجمع وشهدت المنطقة الزرقاء جلسة خاصة بهذه المبادرة ضمن فعليات يوم الزراعة وتكيف في مؤتمر المناخ كوف 27 والمنعقد بمدينة شرم الشيخ